اكذا بدأ مشهد حريق الاقسام الداخلية التابع لجامعة بغداد سقوط الطلبة من اماكن مرتفعة للنجاة من النيران التي التهمت المبنى حتى ان اغلبهم تعرض الى اصابات بليغة واخرون في حالات خطرة بحسب ساكني المبنى هذا المجمع ما يتسع الى تقلل مئة وخمسة الى مئتين طالب احنا مخلنا بي ستمئة طالب يعني كل شقة بي 15 طالب فهذا يعني لو تصار كلش عالي قبل لا اتحدث عن الحادث مال اميس هو قبل كم يوم هم وقع حادث يعني قبل هذا الحادث اللي هو انفجر عندنا سخان ويعني الحمد لله وشكل كانت يعني نوعا ما خسائر مادية وخسائر طفيفة وهي البناية ما مخصصة الى اقسام الداخلية مثل ما اشوف مكتوب عليها الصيدلية مجمع مع العيادات الصحية يعني بحيث احنا من اجينا له اول شيء لا طاقة استيعابية للطلاب الشقة ما تكفل لي 6 نفرات داخلوا البيض 12-14 نفر ثاني شيء تصريف واحد للمياه انت ترضاها ويرضاها اي مواطن وبغداد انه الاكل السنك والغسالة والمغسلة اجل لكم الله للتوالية من يرضاها يا مسؤول الحريق بدأ ساعة بالاربعة ونص انا قاعدوني ساعة الستة بالليل يعني الحريق من بدأ ورا ساعة ونص يعني اشي يصير اول ما فتحت الباب الغرفة مو باب الشقة باب الغرفة فتحته ما اشوف قبالي وبعد ان احترقت بناية القسم الداخلي اضطر اغلبهما الى الذهاب والمبيت امام مبنى جامعة بغداد حتى بدأوا بتظاهرة كبيرة داخل الجامعة منعنا من تغطيتها بسبب عدم وجود موافقات رسمية لتغطيتها ما اضطرنا الى الذهاب لوزارة التعليم العالي لمعرفة اسباب حادث الحريق الحادث العرضي اللي شهدت الاقسام الداخلية التابعة لجامعة بغداد يوم مساء امس هو كان سببه تماس كهربائي بسبب تحميل على منظومة الكهرباء وغرفة السيطرة في المبنى مما ادى الى حقيقة الى عطب الاسلاك وحدوث دخان كثيف وانطفاء الكهرباء في المبنى هذا الحادث العارض حقيقة سبب بحالات اختناق لعدد من الطلبة وعلى الرغم من تأثر المبنى من جراء الحريق الذي اثر عليه بالكامل الا اننا تفاجأنا بترميم المبنى واستبدال جميع الزجاج المحطم لكن كل هذا لم يمنع الطلبة من مغادرته والذهاب الى محافظاتهم من بغداد ضياحات المدى المدى اشترك بال precision فوق مدى اشترك بالып�� اشترك بالقناة